حتى يؤجر الشخص الأجر الكامل لابد أن يتلو الآيات كما كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم شان ياخد الأجر الكامل يعني في مدود في مدود في مد متصل في مد منفصل بتمد أربع أو خمس حركات إذا اقتصرت على حركتين ما إلك الثواب الكامل لأنه ماهك كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ما حرام ليس حراما بس ما بتكون جبت الثواب الكامل فلابد من الإتيان بالمدود في موضعها لا بد من الإتيان بالإضغام في موضعه إذ كان إضغام بغنى أو كان إضغام بلا غنى ونحو ذلك من أحكام التجويد الواحد حتى يقرأ كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بده يتعلم أما اللي ما بده يتعلم أو يخجل من أنه يتعلم كيف يتلو القرآن صحيحا حتى ما الناس يشوفوه ما بيعرف هذا هم الناس ما هم الثواب ولا هم العلم هم الناس شو بدي يقولوا عنه أي انتبه لأنه يتوع عالس قلبه سأتى كيف هذا بدي يأخذ الثواب كيف بدي يدخل تحت هذا الحديث كيف بدت تحفه الملائكة كيف كيف يذكره الله في الملائك الأعلى كيف ما بيدخل تحت هذا الحديث